ولكن رصدنا هذا الأمر وبلغنا به المهم بعض الصفحات التي لا تنتمي لجمهور النادي الأهلي إطلاقا ولا تحمل أسماء حتى للنادي الأهلي ولكن هذه الصفحات وهؤلاء الأشخاص ما بيحبوش النادي الأهلي إطلاقا ولا بيشجعوا النادي الأهلي هم بيشجعوا النادي آخر الفترة اللي فاتت محمد الشنوي أخطأ أخطأ محدش قال أنه ما أخطأش بالمناسبة ولكن كان معايا مرة شيخ المدربين واحد من أفضل مدربين حراس المرمى في مصر الكابتن أحمد ناجي لما سألته قال لي عم إسلام هو في حارس مرمى بيفضل طول عمره كويس ما بيخطأش قال لي الحارس اللي في السنة يعمل خمس أو ست أخطأ في السنة كلها ده يبقى أحسن حارس في العالم أحسن حارس في العالم ده كلام الكابتن أحمد ناجي خلاص فالشنوي أخطأ أخطأ إيه المشكلة لما يخطأ الشنوي كان هناك حملة كبيرة جدا وأنا الحقيقة لم أتدخل في هذا الأمر لو تاخدوا بالكو أنا كنت باتكلم عن الشنوي ككابتن وككذا وككذا ليه؟ علشان أنا أعرف أن الشنوي في المباراة اللي بعدها على طول حيتقلق ويعمل هذا الأمر النهاردة لو لو وجود محمد الشنوي كان الموضوع اختلف تماما في هذه المباراة مش في ضربة الجزاء بس شوف كم انفراد حتشوفوا دلوقتي حضراتكم معه اللي حضراتكم بتشوفوه وإحنا بنتكلم انفرادات وراجل النهاردة محمد الشنوي هو ده الشنوي الطبيعي بالمناسبة لما يحصل استثنى للشنوي ويعمل خطأ يدخل فيه هدف ومع ذلك نكسب المباراة المباراة بتصعب كل حاجة ولكن بنكسب المباراة فده الطبيعي بتاع محمد الشنوي بالمناسبة إنه هو يبقى كويس ويتقلق بهذا الشكل فكان بيحاول بعض من لا يشجع النادي الأهلي خلاله وإحنا بنتفرج على الشنوي بيعمل ايه فضله وإحنا بنتفرج كده كان بيحاول بعض من لا يشجع النادي الأهلي لأن هم عارفين أن عمود رئيسي من أعمدة النادي الأهلي هو هذا النجم الكبير كابتن محمد الشنوي فكانوا بيحاولوا يعملوا ايه وقع وقع خبط 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 في الشنوي عشان توقعه لو لا وقفت جمهور النادي الأهلي لو لا وقفت جمهور النادي الأهلي تخيل حضرتك أن بعد ما الشنوي في المباراة سابقة على ما تذكر وكسبنا وعملنا وكل حاجة لكن بعد المباراة مباشرة لقيت ناس بتقول ايه وطبعا تتبعنا هنا سوشال ميديا أنا مشكورهم الحقيقة لأنه تتبعنا الخط وفضلنا ماشيين عرفنا هو راح لفينه وقلنا هذا الكلام قلنا أن الموضوع ده جماعة جاي من عند إسلام مثلا إسلام ده ما بيشجعش الأهلي أبدا هو بيشجع فريق آخر معروف يعني فالحملة جاية من عند هذا الرجل ليه؟ بعد المباراة مباشرة الشنوي لازم يقعد الشنوي لازم يمشي الشنوي لازم نجيب له حارس مرمى تاني ما تجيب حارس مرمى واحد واثنين وتلاتة أو أنت هتجيب حارس مرمى أفضل من مصطفى شوبر هتجيب حارس مرمى أفضل من علي لطفي هت عندك عشر حراس مرمى هت والمنافسة هي اللي بتطلع حارس المرمى الجايد وأعدنا تتبعنا الأمر الغتل ما عرفنا أنه هو فلان الفلاني اللي بيشجع النادي الفلاني هو اللي بيعمل هذا الأمر وعمال يخبط في الشنوي بس مش هو يعني هو مخلي عدد كبير من الصفحات يخبط في محمد الشنوي ولكن لو لا وقفة جمهور النادي الأهلي مع هذا النجم مع محمد الشنوي كان الموضوع هيختلف تماما على طول بعد المبارسة اللي فاتت الشنوي أخطأ خطأ غلط يا جماعة عادي بتحصل بتحصل في الدنيا كلها بتحصل في أحسن حارس مرمى في العالم لكن الطبيعي اللي احنا شفناه من محمد الشنوي النهاردة ده الطبيعي بتاعه ده الطبيعي بتاعه يعني احنا لن نقبل مثلا ان الشنوي في المباراة اللي جاية يبقى يعني يخطئ خطأ ماه ليه؟ لان الطبيعي بتاع محمد الشنوي انه يعمل عشر مطشات كويس قوي ممكن عشرين ويخطئ في مباراة الحمد لله دي جات في المباراة السابقة وكسبناه وتقلق بعد الخطأ اللي عمل والنهاردة عمل التقلق الكبير اللي حضرتكم شفتوه وخد منوف دا ماتش يعني رجل المباراة فده رجع لإيه يا فندم؟ ده رجع لشخصية الشنوي وخبرة الشنوي والتراكماته في المباراة قد ايه مباراة لعبها؟ قد ايه لما كان بيبقى كويس الفرقة بتكسب منتخب مصر بيكسب مش شناد الاهلي فقط اللي كان بيحصل عليه على محمد الشنوي خلال الفترة اللي فاتت ما كانش ينفع اننا او كلنا نطلع نرد عليه إلا لما الشنوي يعمل اللي عمله لان احنا كلنا ثقة وكلنا متأكدين في هذا النجب الكبير واحد من كابتن الفرقة له دور كبير كابتن الفريق له دور كبير جدا 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 في المستوى اللي بيظهر به النادي الاهلي خلال هذه الفترة اشتركوا في القناة